تزويد المواطنين بالسلع الأساسية وتعزيز الرقابة على الأسعار وألية تحويل رواتب العاملين في الكطاع الخاص باستخدام المحافظة الإلكترونية كما أعلن فريق استمرارية العمل قبل ساعات إصدار تسعة أدلة لأصحاب العمل والمواطنين تتعلق بإجراءات السلامة والوقاية الصحية وتم نشرها عبر منصاتنا الإعلامية الرسمية وعبر وسائل الإعلام المختلفة ونرجو من الجميع الإطلاع عليها واتباع الإرشادات الواردة فيها جميع هذه الإجراءات والآليات نسعى من خلالها إلى توفير الحماية للمواطنين من وباء كورونا والحد ما أمكن من الخروج أو التجوال والتباع أنجع السبل في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين نتابع الاستفسارات والملاحظات التي تردنا ونحاول جاهدين الإجابة عنها في جميع الإجازات والتصريحات الصحفية التي تصدر عن المسؤولين الحكوميين بكل شفافية ومسؤولية لتلافي الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة وتوفيرها أمام المواطنين بناء على هذه الاستفسارات والملاحظات التي وردتنا نستضيف عددا من أصحاب المعالي والمسؤولين للإجابة عنها وإيضاح جميع الأمور للمواطنين كما جرت العادة سيكون معنا معالي وزير الصحة للحديث عن مستجدات فيروس كورونا وعدد الإصابات والوضع الصحي للمصابين وكذلك الحالات التي شفيت بحمد الله هذا اليوم هناك ملاحظتان أود الإشارة إليهما لمسنا اليوم انقفاضا في عدد المخالفات وحالات خرق حضر التجول لكن ما زالت هناك مخالفات أيضا وخرقات عديدة نأمل أن لا نراها خلال الأيام المقبلة وأن لا تضطر الأجهزة الأمنية لتطبيق القانون بحق أي مخالف أيضا بشأن التصاريح التي أعطيت للأشخاص أو للجهات المخولة لإدامة الحياة للأسف استخدمت في بعض الأحيان لغير الهدف منها حيث تم اليوم ضبط عدد من الأشخاص الذين يستخدمون تصاريح مزورة كما تم ضبط أشخاص آخرين يستخدمون تصاريح بأسماء ليست لهم وهؤلاء جميعا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن والقائد والإنسانية جمعاء من شر هذا الوباء نحن دائما في خدمتكم ونجاحنا بالتزامكم تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر